بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور فوزي عسكري أستاذ مشارك اختصاص هندسة ميكانيكية سوف نحاول عرض بعض الدروس والمحاضرات التي تخص الرسم الهندسي واحد وسوف نبدأ بالشابتر الأول بعنوان Introduction خلال هذا الشابتر سوف نتعرض لمفهوم الEngineering Drawing Drawing Tools, Drawing Lines and Drawing Scales وسوف ننهي هذا الشابتر بـ Drawing Standards في الجزء الأول من الشابتر الأول بعنوان Engineering Drawing سوف نبين أهمية الرسم الهندسي Importance of Engineering Drawing وسوف نعطي إجابة للسؤال التالي Why we go for manual drawing حتى نبين أهمية الرسم الهندسي ممكن نطرح السؤال التالي Try writing the description of the following pictures and let someone attempt to make sketch from your description يعني حاول كتابة وصف للسؤال التالي حتى يتمكن شخصا ما مهندس فني من إعادة الرسمة باعتماد الوصف اللي أنت حتقدمه هنا أخذنا مثال في ميدان البلدينكس وممكن نأخذ مثال في ميدان الهندسة الميكانيكية Mechanical Tools وهنا عندنا مثال في ميدان الهندسة الكيميائية Chemical Reaction ومثال في الهندسة الكهربائية Electrical Circuit يعني الدوار الكهربائية لو حاولنا إعادة الوصف لهذه الرسمات وعطينا الوصف ده لشخص ما عشان يعيد يرسم الرسمات دي واحد اثنين ثلاثة أربعة سوف يتبين من خلال الإجابة على هذا السؤال أن It is difficult or in many cases it is impossible to communicate or to describe all necessary details size, shape and features about these objectives verbally or in writing يعني إيه حيكون فيه صعوبة في وصف هذه المجسمات ومن هنا تأتي أهمية الرسم الهندسي في كل المجالات Drawing is important for all branches of engineering كما فهم بسيط لكلمة Drawing We can say Drawing is graphical representation of an object الرسم هو التمثيل للمشغولات والمجسمات على شكل رسومات والرسم الهندسي بصفة خاصة engineering drawing is a drawing of an object that contains all information like actual shape, accurate size, manufacturing method required for its construction يعني الرسم الهندسي هو رسم مجسمات تحتوي على كل المعلومات التي نحتاجها في تصنيع المجسم والآن ممكن نجيب الخلاصة التالية No construction or manufacturing of any engineering objects is possible without engineering drawing تصنيع وبناء مجسم هندسي يحتاج بالضرورة إلى الرسم الهندسي الآن نمر حتى نعطي إجابة للسؤال التالي Why we go for manual drawing? عشان نتعلم الرسم الهندسي ممكن نعمل رسمات manual يدوي وإلا باستعمال الكمبيوتر computer added design ولكن رغم أن الـ design and drafting on computer are cheap and less time consuming يعني سريعة وتحتاج ودقيقة ولكن لازم في الأول نعرف الأساسيات بتاع الرسم الهندسي If basic fundamentals like line, scales, tangency, isometric, dimensioning, missing views are clear يعني لو كانت المعلومات دي واضحة beta use can be made of the power of software like AutoCAD like Solidworks يعني لو كانت المعلومات واضحة بالنسبة للخطوط المقاس, tangency, الممسات, المنظور, الأبعاد والمسقط الناقص واضحة ممكن يكون استعمال الكمبيوتر أفضل ويعطي نتيجة جيدة في النهاية computer cannot replace the drafting board سبورة الرسم and equipment as a learning tool هذه الخلاصة بتاعنا يعني عشان نتعلم الرسم الهندسي لازم نبدأ أولا بالرسم اليدوي ترجمة نانسي قنقر